لم يحسم جدل إقالة ناظم الزهوي من منصبه في الحكومة ومن رئاسة حزم المحافظين مع تعالي أصوات منتقدة للاستعجال في فصله من الحكومة وأخرى معارضة للتأخير في فصله من منصبه الوزاري رغم الوقاع الثابتة الأسئلة تتزايد بشأن الطرد الزهوي من الحكومة بينما يتمسك ريشي سوناك بأنه تصرف بشكل صحيح ونزيه بعد تحقيق مستقل في ملاباساته الضاربية استغرق أسبوع فقط وخلص إلى أن الزهوي خرق قواعد وزارية ما يمكنكم حاسبة عليه هو ما الذي فعلته حيال ذلك وما فعلته بمجرد علمي بالقضية هو تعيين شخص مستقل للنظر في الأمر وزيرة الدولة المكلفة بشؤون الصحة هيلان وايتلي دافعت عن تصرف سوناك مؤكدة أنه اتبع مصاراً منصفاً للتأكد من أن الحقائق محددة في الملف من جهتهم قال حلفاء لزهوي إن لديهم مخاوف من الطريقة التي جرى بها التحقيق والذي أدى إلى إقالته المعارضة واصلت توجيه سهام انتقاداتها إلى سوناك مطالبة بالكشف عما كان يعرفه عن وضع الزهوي قبل تعيينه في الحكومة فيما قضايا التنمر وتصرفات بعض الوزراء تلاحق مصداقية ونازهة سوناك التي تعهد بها لحظة اختياره مصطفى زارو العربية لندن